أحلى صباح بكمل والفكرة التالية هي فكرة سابتة مع لايف كوتينج واليوم مع راني بيتار رح نحكي عن الشغف بونجور راني بونجور قبل ما أسألك شو هو الشغف الشغف بيتغير من كل شخص لشخص الشغف بالنسبة لقلي غير الشغف بالنسبة لقليك شو هو الشغف و شو تعريفه أول شي بدي خبرك عن الشغف بالنسبة لي الشغف هو قصوب حياة أنا بيتبعه بيعيشه بحسه كل يوم وبكون عم بيشتغل تجاه هدف أو رسالة معينة وعم عيشه بسعادة وعمكون عم بوعه كل يوم عبكرة محمص إنه هيدا النهار جديد إجا وهيدا النهار حكون عم بيستغله بالإشياء اللي عن جد أنا بحبه وعن جد عندي شغف فيها وعندي شعور بالحماس فيها فكلمال هيك الشغف إذا عن جد نحنا عم عيش الشغف عم نعيش السعادة بالحياة فكلمة الشغف إلي معينة كثير كل شخص عنده معنى يعني ما نسأل مثلا شو المعنى الشغف بالنسبة لك جوزيف شو معنى الشغف بالنسبة للمشاهدين شو مستوى الشغف اللي أنت عم حسوا بس تقول شغف كلمة شغف شو هو هذا المعنى شو هو هذا الشعور بس المعترف فيه وخاصة كمان قبل ما نقول أنه الشغف ممكن يكون للإشياء الصحية أو سلوك صحي أو سلوك غير صحي مش دايما شيء إيجابي مش دايما شيء إيجابي فالمعنى الحقيقي للشغف والمعترف فيه اللي هو الشعور بالحماس الشديد مش بس شعور بالحماس الشديد هو رغبة كمان بأي موضوع معين أو أي شخص معين أو أي شيء معين يعني هيدا راني التعريف على الورق والقلم إذا بدنا نقول ولكن كل شخص يعني بتتغير عنده يعني بقى تقرأ شغف بيروح رأسه غير مطرح مش هيدول الكلمات بالتحديد مثل ما أنت ذكرت قبل شواء أنه أنت بتوع محمص مبسوط شو هنى علامات الشغف عند الإنسان أنت يعرف أنه هو عن جد مبسوط بالشغلة عم يعمله قبل لذكرك بشغلة كمان أنه الشغف هو رحلة متطورة هي عبر اكتشاف الذات منقدر نحنا نكتشف شو عن جد عنا حماس تجاهه ومنقدر نطوره عبر نتعرف علي لأنه في كتير أشخاص هلا إذا بتسألهم شو معنى الشغف عم تحس بالشغف بينهارك بيقول لك لا ما بعرف شو هو الشغف أول شي بدي أعرف شو تعريف الشغف بالنسبة لي وقدركوا ادركوا بالواقع لقدر اتمرن عليه مع الوقت فلنقدر نعرف أكتر شو هو الشغف فيه عدة أسئلة فيها نحن نسأل حالنا أو حتى ألا بدأسألك ايهن أول سؤال هو إذا هلا مضمون عندك النجاح النجاح مضمون كيف ممكن تكون حياتك كيف ممكن تكون عم تنظم وقتك كيف حد تكون عم تستثمر وقتك هادي واحد من الأسئلة السؤال الثاني هادي مثلا هادي الأسئلة كتير مهمة لنقدر نطرحها لنقدر نكتشف أبعاد شو هو الشغف هادي كل شخص فيه ترحى على حاله يمكن بتوعيله أشياء براسه ما كانوا فكر بس بلعب بيني وبين حالي وكون صريح مع حالي وصريح مع نفسي وما يكون في عندي ديستراكشنز أو أشياء عم تلهيني من ما يكون عنجد مركز بحالي مركز بنفسي فواحدة من الأسئلة كمان إذا هلا إجوا عرضوا أهم جماعات العالم عليك منها لا تقدر تتخصص فيها وبيعطوك معها الشهرة وبيعطوك كل الأشياء اللي أنت ممكن بدك إياها أو بحاجة إليها شو الإختصاص اللي بتنقيه لتوصل للبي أتش دي أو لتوصل للدكتوراه طيب واحدة من الأسئلة كمان اللي هي شو أكتر موضوع تفتحه مع أصحابك مع أهلك مع أصدقائك وبتحس إنه في شي جواتك عم يديرك بدون ما تلاحظ على نفسك وبتحس إنه وقت قطع بسرعة شو الإشياء اللي بتعملها والوقت يعني تفقد فينا نقول الوقت والزمان الزمان أو المكان سوري فالفكرة كمان كمان في أسئلة عدة واحدة من الأسئلة كمان إنتا تعمل إنجاز وبيعطيك عن جد سئة بنفسك عن جد هيدا الشعور وكمان بدي زيد على شو هو شعور الشغف والحماس ما أنا نوصفه كأنه عنا قشة قشة على قلبنا بقلبنا على قلبنا واللي هي بده شرارة يعني القلب دايما بده شرارة ليكون عم نحس المشاعر كلها طب هيدا الشرارة كيف أنا عم مرنة كيف هلية طرق عم عيشة عم حس فيها عم حس بهيدا الحماس ايه أو لا في أسئلة كثيرة كمان مثلا شو الشي اللي أنا إذا تعلمته بيكون كثير سهل لإلي بس غيري بلاقي صعوبة وعم تعلمه شو الأشي اللي بتخليني حس إنه في شي تاني جواتي عم يديرني فهوضي بعض من الأسئلة في أسئلة كثيرة في بروسس معينة نحن من اتباعه مع العميل بطروحات أسئلة متتالية يعني في إلا لينك بين كل الأسئلة متواصلة مع بعضها لنوصل للنتيجة النهائية رعني قبل ما نفوت بالطرق والأداة التي نكتشف لأنه عطيتنا كثير أسئلة كل شخص فيه سألة لحاله ويمكن يكتشف شي عن حاله قبل بس قبل ما نفوت بهالتفاصيل أكتر رح نعرف أهمية الشغف بالحياة متل ما قلت واحد بس يحكي مع غيره بيدحك بيمبسط بيلاقي إنه عم بيقطع الوقت بلا ما يحس لماذا هل أدى الشغف المهم بحياتنا أو بحياة كل شخص؟ سأخبرك شي بيحصل معي مع العمر اللي بيجوا عندي العميل فيه واحد من العمر أو العميل كان عمره تقريبا بين الاربعين واحده اربعين سنة وفيه أشخاص كمان بالخمسين ستين بتحسن أنه عملوا إنجازات بحياتهم نجحوا بشغلهم بس منهم مبسوطين بحياتهم طب تجي بتسأل ليه ما إنك مبسوط بحياتك وعندك كل هذه الإنجازات وكل هذه القدمة بدك كل الأشخاص اللي هني مثلا الأحلام الشخص هو يحب يحققه فاكتشفنا إنه ما عم يعيش شغفه ما عم يعيش شو الشي لعن جده بحياته عم يعيش شي تاني ليه ينظم حياته على أساسه ولا يضل عم يعيش هذه الشرارة فينا نقول بالقلب والحماس والشعور بالإيجابية بحياته ويطبقه على كيفية يقدر يستثمر وقته على أساسه راني الشغف بالإنجليزية passion ولكن في عنا عدة إشي بتشبه الباشن أو بتشبه الشغف مثل الرسالة الهدف الغاية شو الفرق بين الباشن أو الشغف والبوربس وغير إشي مثل الرسالة والغاية والهدف هلا البوربس اللي هو الهدف هو منه passion منه الشغف بس الهدف بيضاعف فينا نقول الشعور بالشغف بيضاعف الشغف كيف نتوظفه مع بعض؟ مية بالمئية يعني إذا أنا عم بقدر قدم رسالتي بالحياة عم بقدر حقق الأهداف اللي أنا عن جد بدي إياها بحس بشرارة جواتي بس كون عم بعملها بكون عم عيش الشغف فأكيد في فرق بين الرسالة أو البوربس والشغف أكيد يعني بالنهاية بس واحد يكتشف شغفه فيه يمكن إليه شغل قريب عشي معقول يعمله لأنه لما تسأل شخص شو شغفك بالحياة بيقلك شغلة هل يترى شغلك بشكل عام أو شي معين بشغلك كيف هوني فينا نشتت الفكرة كرميل نعرف الشغف مزبوط واحدة من قلب البروسيسز اللي نحن من التباعة هي نقدر نسأل الشخص شو الشي اللي بحس انه هو اندفله أو بحس حاله ماشي بدون ما يحس بوقت هو وعم يشتغل أي جزء من شغله بحس هيدا الشهور شو الشي بقلب شغله بحس انه محمص ليعمله أو ينفزه شو جزء بكون جزء صغير لنقدر نكتشفه فيه كمان شو الاشياء اللي الشخص عنده حشية لاكتشاف أكتر والاطلاع أكتر على مواضيع معينة اللي هي حتقدمه اللي هو عنده انترست فيها وعنده فينا الاهتمام فيها الشغف معقول أوقات يكون يفوت لمرحلة هوس كيف ما ننوصل للهوس وشو الفرق بين الشغف والهوس الشغف شي والهوس شي تاني كلية الشغف هو شعور الحقيقي اللي هو نحن منحسه الهوس هو هروب من وقع معين بيكون عم عبيه بسلوك معين اللي هو عبيته مع الوقت اتمرنت عليه مع الوقت وهيدا السلوك ممكن يكون سلبي بقدر روح للهوس إله وما بقى بفكر بشي تاني غيره فكيف فيه أنا فوت الشغف بحياتي اليومية مش انه أنا شوف الشغف وامشي على أساسه كيف فيه فوت هيدا الشغف على الوقت أو كل سلوك أو كل شغلي أنا بعملها بحياتي يعني بوظف الشغف بحياتي بحياتي كل يوم اليومية تقدر قاتي أكتر تقدر أوصل للهدف الأكبر راني الأشخاص بيقولوا لك أنا ما عم بلاقي شغفة أو ما عم بقدر أعمل اللي أنا بحبه أو ما عم بقدر مارس الشي اللي بحبه ليه شو ما عقولي كون الشخص عم بيعاني أو شو ما عقول لعواقك اللي بيت واجهه الشخص هلا فيه كذا عائق أول شي فيه عائق الأهل أكيد فيه أهل بيدعموا أولادهم بيعرفوا شو شغفهم بيعرفوا شو هني بحبوا بس فيه أهل ما بيتواصلوا مع أطفالهم أو أولادهم ليقدروا يكتشفوا شو الشغف اللي هني عنده اليوم فيه كثير أهل يمكن عبانهم يحققوا أي هدف معين بحياتهم ما قدروا يحققوه فبيتمنوا أنه يحققوه بولدهم فبيضيعوا شخصية الولد يمكن تصلنا بالهوأس هون فالولد بيروح للهوأس فلا يمكن الولد يكون مزعوج بالشي اللي عم يعمله وما بيحب بالشي اللي عم يعمله ويمكن ما يوصل للنجاح العنجاد بشي أورادي هو عم يشتغل على أساسه وعم يكتشفوا مع الوقت عم يدركوا وعم يطوروا ومثل كأنه هو الشغف هو رحلة متطورة فواحد هذه واحدة من العوائق العوائق الثاني هو المنهج التعليمي أو التربوي نحنا معوادين بالمدرسة أو بالجامعة أنه نتعلم مواضيع ونتعلم دروس لنقدر نوصل على الانتحان لنقدر نقل جواب الصح تعلمنا على نقدر نكتشف أو نجاوب جواب صح بالحياة مش هيك الحياة في صح في غلط ما في صريق ما في صح ما في غلط في كمان وقائع في حالات معينة 100% فبهذا المضمون بتحس أنه عم نقتل الإبداع عند الولد بيزغروا وبيزغروا بيكون عنده إبداع كتير كبير وفي دراسات كتير عملت عبر جامعات برة فاتوا درسوا حالة بمجموعة بصف معين عملوا دراسة للإبداع عملوا اختبار للإبداع لقوا بصف الأول 95% من الأولاد أو الأطفال عندهم إبداع بلهم عم يتابعوا معهم لصاروا بالسنوية فريشوا عملوا نفس الإختبار لاحظوا أنه 5% فقط من التلاميذ عندهم الإبداع تعرف رياني الشاف بشكل عام موضوع كتير كبير وأكيد رح نتطرق له بحلقات جاية لأدام ولكن آخر سؤال بدي أسألك يعني أردي ذكرت أنت أسئلة كتير ممكن نطرح على حالنا كرمان نوصل لنلاقي الشاف طبعنا خلينا هيك بطريقة سريعة خبرنا أنت كلايف كوتش كيف تتعامل مع الأشخاص تقدروا يكتشفوا الشاف طبعا ميبيني ففي بروسس نحن منتبعها في أسئلة منتبعها منبلش أول شي نكتشف ونخلي العميل يكتشف شو القيم الأساسية بحياته نسأله هل يطرق عم يعيش تجاه هيدا أو عم يعيش اللايند أو تجاه هيدا القيم عن جد أو القيم اللي عن جد بحياته عم تكون موجودة بحياته اليومية هزا عم يقدر يطبق عم يقدر يعيشها عم يطبق مية بالمية البروسس الثاني شو الأدوار اللا عم يلعبه بحياته شو هو الدور اللا عم يلعبه هل يطرق هيدا الدور هو يختاره أو يتعلمه من الأشخاص الحوالي من المحيط اللي إلوه شو المعتقدات ومعنى الحياة أو معنى الشغف اللي كانت موجودة عند الأهل أو الأشخاص اللي كانوا عم يقدموا الدعم للأولاد نجع من فوت شو الأشياء اللي عبالهم يغيروها بالعالم شو الأشياء اللي عن جد بتعنيلهم بالحياة شو منرجع منفوت أكتر بالسكلز أو المهارات والمواهب الموجودة عندهم شو الشي اللي بيجي سهل عليهم وهن أسئلة متتالية ونرجع منفوت كمان مش بس بهيدا منشوف نكتشف كمان شو الشغف الموجود عندهم إذا كانوا موظفين بشغل معين نرجع منفوت بأكتر أسئلة نقدر نعرف شو هن المعتقدات اللي عم توقفوا من ما هو يكتشف شو شغفه نرجع منفوت شو للإنترست أو شو يعني كمان هذا يمكن الطريقة اللي بتختلف من شخص لشخص ولكن هنا هلأ أعطينا للعالم فكرة سريعة وأنا كمان بدأ كل العالم تسأله للأسئلة وإذا عندها أسئلة هي بدأت اطرحنا عنهم للفقرات الجاية لأنه هذا موضوع بعتقد راح ينحكي عنه أكتر إذا مش بالتفصيل راح ينذكر كمان بحلقات جاية بوقتنا أصير لليوم راني هو موضوع كبير كمان موضوع كتير كبير ولكن أنا برجع بدأ العالم تسأل تحطلنا هاشتاغ أحلى صباح يمكن نقدر نجاوبهم على بعض الأسئلة بالحلقة الجاية إلاني بيتار لايف كوتش مرسي كتير لألك على هالحلقة أحلى صباح بكمل ولكن بعد هيدا البريك